احنا هنفتح اول جهاز ونطلع البوردة بتاعته بص كده شكل البوردة دول تلات اجهزة من اللي موجودين في السوق دول جهازين جامستك بس بيه فرق بينهم ازاي ده نفس الشكل بص نفس كل حاجة مفيش اي فرق تعال انا هريك الفرق بينهم ازاي احنا هنفتح اول جهاز ونشوف ونطلع البوردة بتاعته بص كده شكل البوردة البروسيسور والبوردة بتاعته عاملة ازاي ده اول جهاز تعال نفتح التاني اللي هو زيه بالزبط نفس كل حاجة اللي الناس تقول لك لأ مفيش فرق بين الاثنين وانت بتقول لأ واحد بطيء واحد سريع مفيش الكلام ده كلهم واحد خلينا نفتح التاني ادي التاني يا جماعة ادي التاني وادي ده بص معايا كده شايف الفرق طبعا انا مش هطلع اقول لك ان ده كويس او ده كويس او ده وحش لا 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 مفيش الكلام ده الاثنين الاثنين دول اصلا بطيء مش سريع يعني معين نبص شكله يدي بتقيحال ان هو كويس وهنا ده مبرد وبتاع والدنيا زي الفول الجهازين دول بطيء و هنجربهم مع بعض ورقتك عينتين من الموجودين في السوق نفس العلبة لو عايز اوريك التالتة تعال اوريك التالتة بص التالتة شايف الفرق يبقى انا كده دول تالتة اجهزة من الموجودين في السوق مفيش ولا واحد فيهم سريع طب اتقول لي شكل السريع ليه مش بالشكل بس انا بأوريك هنا واللي انا عايز اوصله لك ان الاجهزة الجيم ستيك دي مش واحدة مختلفين تماما عن بعض لما اجي اطلع اقول لك ان في جهاز بطيء وفي جهاز سريع في جهاز بيقبل ويقبل تحديث ويقبل تنزيل الالعاب يبقى فعلا انا كلامي صح لما اجي اقول لك اشتري من مكان ما وصوك فيه عشان تاخد جهاز اصلا شغال يعني الجهاز يجيلك شغال كمان لما تحتاج سوفت وير فيه مبعد يعني بعد استخدام شهر شهر ايه هتلاقي كمان الدرعات بازت منك عايز درعات هتلاقي الكلام ده كله فين موجود على موقع بازين دو كوم دعنا نشوف مع بعض ايه الالعاب اللي بتكون عليها عدد الالعاب برضه بيفرق يا جماعة الالعهزة دي او الالعهزة اللي بتكون عليها في السوق فرضنا انها جات لك شغالة اصلا انا لم اتعممش تعال بقى هنشوف كام لعبة في البلستيشن ده اما حاجة اصيبك من الاتاري الاتاري مساحته صغيرة وعادي جدا لكن البلستيشن في اجهزة فتحتها ليدفقى 10 العاب و 12 لعبة البلستيشن بس ازاي ازاي انا كعميد لو انا عندي جهاز البلستيشن 1 اصلا هبقى محتاج ان انا اشتري ستونات اقل حاجة اشتريها 20 ستونا مثلا نسخة بوكازيون والا انا شرحتها لك في اكتر من فيديو فيها حوالي 140 لعبة واكتر من العاب البلستيشن 1 يا جماعة خلي بالكم الجهاز ده بالمناسبة اللي الناس بتشتغل الناس بي وتقول لك عليها العاب البلستيشن 2 الناس بتبقى عايز انا نزلها العاب البلستيشن 4 طب ازاي ازاي هريعلك الجهاز يعني سعره ما يجيبش ربع 8 هنزلك العاب فوري احنا بنبيع الفوري او 3 حتى او 2 الجهاز ده العاب البلستيشن 1 بس خلاص عشان ما حاجش في الحكة عليك برضو الجهاز بالمناسبة برضو ايه اللي هو الله احمر لقيت ناس بتقول لك يا جماعة ده بينزل عليها العاب البلستيشن 2 3 ومش عارف فوع بيشتغلوا الناس وفيه اللي بيقولك ده بيفتح ماتشات هتكلمكم عنه في فيديو تاني ولكن مفيش الكلام ده كله مش حقيقي الحقيقي كله اللي انا قلته في الفيديو بتاعه اللي موجوده على القناة اصيبه لك في الايفون ولكن العاب البلستيشن 1 بكل اللي انت تخيله مثلا وفيه العاب جاتا مثلا والكلام ده كله العاب اللي هي مش عالية قوي يعني مش اللي هي العاب البلستيشن 2 3 و 4 لا لا بعض العاب البلستيشن 2 يعني مثلا زي تيكن عندك كراش عربيات عندك نيت فورس فيد بتنزل عليه كل الكلام ده احنا بنضيف العاب في اي وقت انت عايزه طبعا ده مش شكل الجهاز بتاعنا ده شكل الجهاز اللي موجود في السوق احنا هنجرب النهاردة الاجهزة اللي موجودة في السوق وتشوف وتحكم بنفسك سرعة الجهاز عنا ازاي يلا بي يبقى امين فتح لك الجهاز زي كده ووروا لك من جوه وقال لك ان هو مختلف وكمان هتجربوا لك ده واحد من الاجهزة البطيئة اللي موجودة في السوق هندخل على اتقل الالعاب اللي بتجرب بها الجهاز هي العاب البلستيشن اللعب اللي تاريخ خفيفة ممكن تشغالها معك عادي لكن العاب البلستيشن تقيلة بص حتى بياخد وقت عبر ما يشتغل هنجرب لعبة زي اللعب الكراش مسلا تعال نجربها بس انا عايزك تركز معي وانا ببدأ اللعبة اركز في الصوت بتاع الجهاز صوت الجهاز هو اللي هيقول لك هو جهاز سريع ولا بطيء كل ده لسه اللعبة تفتح سمع الصوت الصوت بيقطع مش مشكلة مش مشكلة الجهاز مش مستح من نوع اشتغل رغم ان انت بص تحس ان البرده فخمة يعني سمع الصوت تبقى اللعبة جراك في الصرع الصوت بيقطع الزيت بص يسير انا كده مفروض اتحرك انا كده سمع بص الصوت وانا البقية امسك دراع بص كده نطع بص نطع احسك في القرن ده بلا انا تلعت لك دي لايف بس مباشر يعني اه سلو موشن ده جهاز تاني كمال من الاجهزة الموضف السو شكل البرده مختلفة اهو بيقعد يعمل لونينج طبعا ده كده الجهاز انا شوف بقى البالي ستيشن عليه كم لعبة صفحتين بس صفحتين بس دول الالعاب الموضض عليها خمستاشر لعبة بس على الجهاز العاب العليم عنوش لعبة كراش سبس سرات عليه كراش كده غريبة وعليه تيكين فري غريبة برضه اه امانية مش عالية بس انا العب بيقى موضض على جهاز الجيمستيك بتاع وكازيون بس في يوم تنبول من سبعين لعبة وثمانين لعبة كمالة كان الاجمال ما بين مليون ومية وخمسين وهي اه بقى على جهاز جيمستيك بوكازيون ثمان صفح مش صفحتين فالعاب البيدي ستيشن لكن العب الاتاني كثير اه اي ارس تاني اي او ثالث زي اون تشيكين كده فعلى بقى ندرب ونسمع ركز بقى في الصوت سمع الصوت عامل ازاي حرق كده فوق او تحت ده الصوت من بداية اللعبة بطيط سميني للسوك وضعناكم نعلي السوك سميني للسوك سميني للسوك سميني للسوك والله الصلاة موسيقى ستحرك زيبوس موسيقى موسيقى ظرح موسيقى سمعين سمع الشبط تلكي أنا جابي الجهاز أهو باتكلم السورة ليه؟ أسرع على مبضة ننفه هو أهو مع الطبيعة نكريكة جاهز بص إيه هاي هو أنا باتكلم عالسورة أنا باتكلم مع السورة عشان بيقول لك إديه الجهاز بطيء الصوت موضح معاك أتمنى يكون الصوت وضح في الفيديو والصورة بايلا مش محتاجة بص اهي اهي عشان ده مصرع إليك أرج بسرعة معاك لكن انا هو سلام على السرعة كل ده وأنا قريب من الجهاز الجهاز ده بقى دورة شاشة وأنت على مسافة طبعا مش أقول لك أن المسافة كبيرة يعني حتى جهازه كازيون لا طبعا لازم ما يكونش فيها عوائق أو حواجز ممكن مسافة ده ده أربعة منه لكن ده إحنا قريبين وبالاستجابة تحت الدراع نفسه الدراع نفسه بطيئة معيني نفس الحجارة اللي إحنا هنضرب ده وكازيونه بطيئة هي هي السرعة رهيبة بص حتى التنقل اللعب تقيل أحكس بها معي بصنا 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 من فوق واسمع السوق كي أعمل إزاي هتعرف إن فيه له الجوز يعني دوست أو السوق يجي بعدها تقيل تقيل معي وتعانى نجرب بغاز من أجهزة اللي إحنا ضمنها سواء عليها صورة أوكازيون أو معلقة بس حاليا لغاية دلوقتي عليها صورة أوكازيون اللي بالمناسبة الناس بديقول لك يعني هي عليها صورة أوكازيون معادي أنا ممكن نفتح الجلاز وغلل الصور حيقل خطات الكارتة الكارتة عشان تعمل صفت وير بأكتر من البرنامج وغلق كبير جدا مش حاجة سهلة من التع لكنك بنزل ويندوس لا 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 ولو الموضوع بسهولة والبساطة دي لغاية دلوقتي أتحدى أي حد أي حد يبيع الجهاز ده يغير اللوقب ده مش أقول لك يغير الخنتين يغير اللوقب هتقول لي واجهة الاستفادة واجهة الاستفادة من أنا وغير اللوقب أو الدصميم إن أنا متمكن من كل حاجة في الجلاز بقى يلا بضفلك العين بشيب العين اللي ما يعرفش أي حاجة في الجهاز لحتى هيعرف يفل لعبة حتى ولا هيعرف العين في أي حاجة أتمنى أكون الفكرة وصلت للناس اللي بتقول إيه يعني تعديم السوق إيه يعني تعديم السوق تشيري الجهاز ده من بره وتقول لي يعني دفلي لعبة هتلي قطعة ضيار هتلي دراعات يعني هتلي الجهاز نفسه وصلحوا لي لو فيه مشكلة فيه كلام ده كلام ده الناس يتشارك من عندنا بس من خلال الويب سري هتدخل على الموقع هتلاقي قطعة ضيار تكتب رقم الفاتورة أنا لو سألا بيه وكده كده ما عندنا بيه فيه تواصل معنا طبعا عارف في زي بيتواصل معنا لكنه ما بيشتريش ده بيقول لك أنا عايز رقم الواتساب عايز رقم خدمة العملة فده ما اشتراش خاصة من بيشتري خدمة العملة بتواصل معنا ومش رقم واحد بس بيقوم كتير اللي خدمة العملة فأتمنى تفكر قبل ما تشري هتشري منين عشان ما تضيعش فلوسك توقع وكده الكلام كتير تتعليها نضرب نسخة وكازيون كتب العلم العربي اسم من الموقع بتاعنا هو وكازيون وكازيون شايف سوعي في الجهاز هدخل لك على نفس اللعبة بس خلنا أقول لك اللي ده 8 صفح زي ما انت شايف كده 8 صفح في ألعاب البريستيشن كان لعبة 148 لعبة وممكن تزيد ونقدر مليف ألعاب للناس الشابين مننا بس ومن ده السهولة فان لرما بس تاكين سري كمان مش تاكين طول تاكين سري جاء لتحميل نصف خاصة موقع أجازيون لكم بالمناسبة في بعض الأجيازة بالسوق جراتهم لقيت انهم عام موجودوا بها يعني في مثلا 20 درجة على لغهم مش متقرر بس ما بيفتحش اللعبة أصلا اسم بس موجود لكن ما بفتحهم اسم عصوم معايا مراكز شوف الفرق مقارنة 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 م騎ڵ وله أربعنا منسرع الجال دون وأتكلم معايا وأبعد نفسي من البيان إن شاء الريموس السرعة لو عنا نسرع أو نهم جالي معه أهل وصلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة